ومدرب رائع أنا بصراحة بسني عليه جدا 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 لأنه أعمل حاجات كانت مفروض تحصل من سنتين ثلاثة أربعة أنه التدوير يبقى ليه مواعيد وأن اللعيبة كلها تحس أنه هم عناصر أساسية في السكواد وأن الناس كلها جاهزة تجيب القندوزة ده من بعيد خلص حتحطه أساسي ياسر يجي بعد ربيعة ما تصابكة أنه ما فيش أي حاجة حصلت متولي نفس الحكاية منعم هاني بعد ما أكرم لقيته في حتة حلوة جدا يعني عمل أقولك حاجة بس أنت اللي هتشهد فيها شهادة حق تشتمي شوف أنا بختار ألفاظي تشتمي فيه رائحة منو الجوزي بس منو الجوزي خد متسع من الوقت شوفت أنا قلت إيه تشتمي رائحة أنا قلتش أنه أبدا منو الجوزي ولا يقرب بمنو الجوزي هو أصلا قبل ما يمسك النادي الأهلي هو مضرب كبير مضرب منتخبات وحط فرقته في الترتيب التاسع على العالم فهو مضرب كبير ومضرب هادي وريح وحلم حتى انفعالاته ما فيهاش عن ترية يعني أنه هو إزاي اللي عيب يعمل كده ده أنا لازم أجزوره وأتباحه وبتاع لا لا فيه تعاقل وفيه الشباب دول لازم تبقى عارف أنه أنت بتعملهم بحيث أنه أنه لو عمل خطأ فأنت بتغفر أو بتسامح أو بس بتعلمه وتعود معاه ولو حصل أو تكرر بتبقى مشكلة بقى ترجمة نانسي قنقر